اهلا 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 بحضراتكم الانتخابات الرئاسية قبقى وسين او قدنا اول الشهر الجديد هتبدأ انتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين خارج البلاد قبل منتصف الشهر هتبدأ الانتخابات ايضا او الاقتراع للمصريين احنا بقى الناس اللي موجودة في الداخل الانتخابات السنة دي طعمها مختلف تماما وبالكلية عن كل الانتخابات اللي اتعاملت قبل كده في تاريخنا من وقت اعلان الجمهورية بعد اتنين وخمسين ليه لانه بمنتهى البساطة اقدر اقولك انه انت عندك تنوع في المرشحين ببرامج يعني هتيجي تقولي يا يوسف بس اقولك واحدة واحدة بس اولا لازم تشوف على سبيل مثال مهندس حزم عمر انا قعدت تباعت البرنامج الانتخابي بتاعه بدقة يعني بدقة واقدر اقولك انه عامل برنامج الانتخابي فعلا حلو فعلا حلو وتصوراته حلوة جدا ورائعة جدا وعنده ملف اقتصادي جيد جدا بل ملف قوي الحقيقة وملف طموح بمنتهى الامانة ومن ناحية تانية بالتأكيد عندي انحياز عاطفي وفكري ناحية مرشح المعارضة المصرية راجل معارض عتيد صاحب تاريخ حقيقي حقيقي يساري بالاساس طبعا ديمقراطية اجتماعية اذا فهو عمليا ينتمي الان ايدولوجيا او حتى فكريا الى يسار الوسط اساس فريد زهران مرشح انا بشوفه واحد من اقوى المرشحين في هذه الانتخابات وبالمناسبة وجود الاساس فريد زهران في هذه الانتخابات وجود المهندس حزم عمر وجود الاساس عبدالسند يمامة طبعا وجود فخامة الرئيس احنا هنا بنتكلم على تنوع تنوع كبير والمرشحين نازلين ببرامج حقيقية واضحة ونازلين بانتخابات اه اسف نازلين بفعليات انتخابية حقيقية يعني هتلاقي مؤتمرات وهتلاقي لقاءات تلفزيونية وهتلاقي ندوات داخل الجامعات للكل للكل الكل يذهب الى مؤتمرات انتخابية الكل يذهب الى ندوات الكل يعرض الرؤى بتاعته او البرامج بتاعته وما الى ذلك فانا بشوف انه هذه الانتخابات هي اروع عملية انتخابية لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية من اتنين وخمسين لحد دلوقتي وعلشان كده انا من الناس التي تشجع جدا على انه احنا فعلا فعلا لازم نكون قرينا كويس واسمعنا كويس علشان نروح لصناديق الاقتراع واحنا عارفين احنا بنعمل ايه باعتبار انه في الانتخابات في الخارج هتبدأ على طول يعني في اول الشهر فهتلاقي انه المصريين في الخارج بدأوا كلهم يشتغلوا هتلاقي المؤتمرات الحاشدة مثلا للمصريين في الولايات المتحدة الامريكية بتعرض انجازات الدولة تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وما الى ذلك اشتركوا في القناة